بالنظور مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحبط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان وسبعمائة وتسعة وسبعين كيلو جرام من مخدر الشيرح في مضوع آخر تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة النظور بناء على معلومات دقيقة وفرة مصالح المديرية العامة لمراقبة الترب الوطني تمكنت أمس من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان وسبعمائة وتسعة وسبعين كيلو جرام من مخدر الشيرح محمد بلوي راشد العتابي ويوسف مزياني في إطار المجهودات التي تقم بها المصالح الأمنية بمدينة النظورة بهدف محاربة لتجاري الدولي المخدرات والجريمة المنظمة بشتى نواعها تمكنت المصالح الأمنية من تنفيذ هذه العملية بمنطقة دار الكبداني جارت نفيذ هذه العملية النوعية بجامعة بن سيدل لوتا النظور حوالي 15 كيلو متر على المدينة تم حجز سبعة وربعين روزمة من المخدرات على متن سيارة نفعية قبل أن يتم حجز ربعة وتسعين روزمة إضافية بمنزل كائن بدوار الحيان ليصل مجموعة الشحنات المحجوزة إلى أربعة أطنان وسبعمية وتسعين كيلو جراما من مخدر شيرة معبئة ضمن 141 روزمة إجراءة والبحث مكنت من توقيف شخص نهي يشتبه في ارتباطه بشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز ثلاث سيارات وجواز الطفر في اسم الغيرة ولوحات ترقيمة أفضت منذ مطلع هذه السنة على حجز ما يناهز عشرة أطنان من مخدر شيرة ما يقارب 25 ألف وحدة من عقار الاكستازي وأقراص الهلوسة وحوالي ثمان كيلو جرامات من مخدرات القوية كوكاين وهيروين وكذا العديد من اللوجستيك ووسائل النقل المحجوزة والمعدل لهذه الغارة إجهاض هذه العملية يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبدلها المصارح الأمنية لمكافحة التجارية الدولي المخدرات وكذا في إطار تنصيق الجهود بين مصارح الأمن الوطني والمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها ترجمة نانسي قنقر